على جبهة الساحل الغربي لليمن تتقدم قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي حتى باتت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على شواطئ البحر الأحمر وسط تراجع بدى واضحا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران معركة من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا في موازين القوة على الأرض بين طرفي الصراع في اليمن إذ تكتسب جبهة الساحل الغربي أهميتها الاستراتيجية من كونها تشمل ميناء الحديدة والصليف الذين يمثلان آخر منافذ الميليشيات الحوثية إلى العالم الخارجي وما يأتي من مساعدات عسكرية إيرانية تتضمن أجزاء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي زاد اعتماد الحوثيين عليها مؤخرا وبالسيطرة على الحديدة والصليف يفقد الحوثيون ورقة ضغط هامة في أرويقات التفاوض فميناء الحديدة هو ثاني أهم ميناء يمني بعد ميناء عدن كما أنه يطل على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويمكنه تهديدها كل ذلك يعني أن الحوثيين إذا فقدوا سيطرتهم على الساحل الغربي سيحاصرون في الداخل اليمني وبالتالي تصبح هزيمتهم الكاملة مسألة وقت ولعل ذلك يفسر تصريحات زعيم الوليشيات عبد الملك الحوثي التي اعترف فيها بتقدم قوات الشرعية على تلك الجبهة مستدركا بالقول إنهم يستطيعون بدء معركة هناك إلا أنه يستحيل عليهم إنهاؤها تطورات تبدو مؤثرة في المسارات السياسية للصراع فوكالة رويترز للأنباء كشفت عن محادثات تجري بين مفاوضين إيرانيين وأوروبيين بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن مضيفة أن الإيرانيين تعهدوا باستخدام نفوذهم لإحضار حلفائهم الحوثيين إلى مائدة التفاوض الأمر الذي يؤشر إلى أن ثمت مياها دافئة جديدة تجري في نهر التفاوض الذي قارب على التجمد منذ مدة طويلة ترجمة نانسي قنقر